اشتركوا في القناة 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 نور جابر، نور جابر موجودة، نور what are the difference between the macular and babule Macular and babule يعني مثل skin lesion Both of them is skin lesion, betul, what are the difference? مصطفى محمد علاوي مصطفى موجود مصطفى أي مصطفى what are the difference? بتول سامي موجودة بتول 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 سامي ما موجودة بتول 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 نبع جبار what are the difference between the macular and babule ما عرف دكتور ما عرف دكتور من يعرف؟ يعني certain Anyone يعرف Young on the Boll likes محمد au سامي محمد يعني هي بقع بس بس يعني mau فيها له゛ النسلاきます ببيوهل ان ni مهائوهل ببيوهل على مهائوهل مانتعاه من ال PAT it ببيوهل و لا مجبِ بتجمل thi ديسكولاراتيين من الناس ليست اضافة من الناس هذه هي ما هي المختلفة بين الباب والميكول الفريسي نحن المفوض من ننساها موتيب موتيب يتابع موتيب وارك موكوزة. And add the pathognomonic sign for the measles. Pathognomonic يعني موجودة إذا موجودة ها ينتهت هاي measles. Appear one to four days prior the onset of the rash. نحن الراج قلنا يطلع باليوم الرابع أو الخامس. فهذا باليوم الأول، أول يوم الأربع تيام قبل ظهور الراج أو يوم قبل ظهور الراج يطلع الكوبلكس spot. الكوبلكس spot, it is a discreet red lesion with a bluish and white spot in the center. This is a red lesion, they're not in the center, white and greenish, يعني gray spot in the center and the inner aspect of the cheek at the level of the pre-molar. يعني يمل قريب على الطواحل, pre-molar. Okay, inner aspect of the cheek. وين بعد موجودة؟ موجودة باللبس, موجودة بالهارد, بالجنجفة. وين بعد موجودة بالجنجفة. وين بعد موجودة بالجنجفة. لكنه وجودها أكثر شيء، ونندور عينينا عزانا كلينشين، ونحن أطرباها بعدين الشيك، انه هذا عدة كوبلكس spot ولا. أخلي خافضة اللسان، شوفوها خافضة اللسان هنا. وأفتح الماث مالتنا، وأشوف واحد عن خافضة اللسان تقPAには نده破ً ينطاق تلك البيضيات كوبلش. فjekة مالتنا هارز عندها إلى هذه الرسم. عيش الأشياء في المنطقة لا. ونشوف حالjourها بخافضة النصر يتقل بال Lu Amen. ويشوف بال底 По Takumi الكوبلكس spot reported in about 50%-70% of the measles okay this is in the complex spot. What are the skin rush? صورة واضحة الصورة واضحة ييدكتور واضحة الراحة السكن راحة الصورة ليصبح إلى المياه النوع للضيح الماضيات في الوضع في 2-4 يوم حتى الثالي الراحة بالبداية الان يظهر؟ يظهر بالنك ويظهر بالهات يعني النك الناتك في الجو ملعان وبعدين بالنك وبعدين ينتقل الأبرنك وبعدين وين ينتقل؟ ينتقل بـ UMB الترسل، الترسل هو الترنك وبعدين بالـ extremities reaching the palms and the soul in about 30% of the cases The exam theme frequently became confluent on the face and the upper trunk يعني confluent يد تحت يعني يصير خطعة وحدة إحنا من يشوفون ميزلز، سكن راش مال ميزل بعد ما تنسوا تشوف الـ distribution مالته تشوف الـ bottom of presentations of the skin rach يعني عادة اكو certain infection الـ skin rach قد بطل فيه الراحسة يبدئ كلها مباشرة بنفس الوقت يعني الـ head والـ face والـ lower extremities at the same time. الميزلز لا تختلف الميزلز بالبداع يظهر behind the ear وبعدين بالـ upper torso وبعدين بالـ extremities وبعدين بالـ lower extremities الصورة واضحة 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 هذا يقول disquamated skin when the onset of the rash symptom began to be subsided عادة الفيفر when the rash when the rash appear in a child with possibly measles عادة الفيفر high grade fever when the rash is increasing يعني increasing the rash الفيفر عادة looks to be subsided يعني الفيفر راح تقل شوي okay الراش عادة ياخذ لتقريبا 7 days then disquamated بعد راح سلبي disquamations the major symptoms the major symptoms of the measles and the cough lasting in the تقريبا حوالي 10 days روبيولة يعني الميزل انجر من الميزل هو الـ occipital lymphadenopathy اللي هو تكون وين كمان بي من بي بالروبيولة rather than روبيولة لترازميشن عادة الميزل الميزل transmits through the respiratory tract or conjective okay مثل من مثل الCOVID-19 هسا اللي موجود عندنا okay مثل الCOVID-19 ينتقل الميزل بالرسبرتري دروبيولة وينتقل بالدروبيولة ايرزول اكو فرق ما بين دروبيولة and droبيولة ايرزول what are the difference قلاب anybody knows the difference between the respiratory droplet and droplet in your client anybody مصطفى محمد علاوي مصطفى موجود مصطفى any difference you know the difference هبه عبدالامير موجودة هبه هبه عبدالامير عادة يلا هبه هبه ما موجودة هبه عبدالامير ما موجودة هبه عبدالامير نور جابه موجودة هيني نور نعم دكتور ارى نعم هبه Vehicle هبه عبدالامير موجودةigi فاطما Weer نعم فاطما فاطما هبه Pose فاطما ك workout Labor علي ساعد علي ساعد موجود لا دكتور هل تعرف المختلفة علي؟ لا دكتور يعني هاي الكوفيد 19 والأمم مخبوصة صارنا سنتيا ودروبلت نيوكلاي وآكو دروبلت والإيروزول ينتقل بالهواء ينتقل بالأسطح يعني هذا مهم جدا يعني معلومات عامة رجاء عباس ختام غانم ختام موجودة نعم دكتور ورجاء عباس نعم دكتور هل تعرف المختلفة؟ دكتور يعني إنه إذا دروبلت الروزول مثلا ينتقل مثلا هو عن طريق التنفس بين الشخص ومصاب وشخص سليم ودول أحياني عن طريق نهية دراك الهواء تكون محملة لارج دروبلت يعني لارج دروبلت لارج دروبلت يعني أكو رسبراتر دروبلت وأكو دروبلت نيوكلاي أو إيروزول لدروبلت إنه محملة أوكي؟ إنه ليس محملة يعني كاريد باي دير وإنما تسقط لثقلها تسقط بما على الأرض فيصير ترانسبيد باي دي سيرفاسيز ينتقل بالأسطح إلا إذا مسافة قريبة مثل بالكوفيد داينتين أقل المترين ممكن يسرع إدي شنوة انتقال عليه لكنه هو يطول تقريبا 2 متر مثلا وبعدين تسقط عيسي حول لارج دروبلت دروبلت يليوكلاي لا يعني الذرات من الفيروس اللي موجودة خفيفة جدا بحيث تنتقل عن طريق الهواء فهذا يصير يعني 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 الميزلز يعني 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 إذا نقطع على أسطح with a small droplet أو small droplet أو aerozoid it's called the airborne patients are infectious 3 days before and 6 days after the onset of the rash يعني مهمة جدا يمتعز للمريض أبو الميزل 3 يام قبل ظهور الر rash okey ممكن يعدي وتقريبا 6 يام after the onset of the rash approximately 90% of the exposed susceptible individual experience measles يعني إذا مريض ما أدى إصابة سابقة للميزل وتعرض إذا contact إذا شخص مصاب بالميزل 90% يعني يعني susceptible individual يسرعتهم measles face-to-face contact is not necessary because يعني viable virus may be suspended in the air as long as one hour after يعني مو بالضرورة face-to-face contact يعني ممكن الفيروس يبقى محمل بالهواء يبقى تقريبا one hour after cuffing one hour يبقى ولذلك يسهول airborne okay secondary cases دياغنوز طبعا دياغنوز of measles it is depend on the clinical rather than laboratory clinical and epidemiological link لازم الابديميولوجي هنا موجود عدي شون هس بالكوفيد 19 فانديميك الابديميولوجي لعب دور مهم جدا بسياسات صحية للعالم كله وسياسات العلاجية للعالم كله وسياسات احتواء الفيروس من الكوفيد 19 SARS-CoV-2 الابديميولوجي كلش مهمة عدي عن epidemiological link مع الميزل زا ادان clinical criteria goes with measles اشخص الميزل الابراتري finding عادة عادة not helpful in diagnosis apart from total white blood cell count low count يعني lycopenia lymphocyte decrease more than neutrophied طبعا in contrast to the usual viral infection لسا واحد من الطلاب يقول دكتور مو viral infection ليش لحد ما يصير lymphocytosis مو بالضرورة كل viral infection يصير عدهم lymphocytosis COVID-19 يصير عدد lymphopenia الميزل like the lymphopenia absolute neutrophenia have been occur يعني however measles not complicated by bacterial infection ESR select protein normal يعني إذا ESR select protein normal مو معنى مو measles ترتفع فقط إذا أكو secondary bacterial infection الميزل ممكن adenoviruses ممكن enteroviruses ممكن episteme bar virus ممكن is called exanthine sebitum exanthine sebitum اللي هو بالإنفن وإرثيم infectioزم بالألدر children have been confused with measles موسيلا ممكن confused with measles ميكoblasma neumonia ممكن confused with measles stript group A beta striptophotus infection also sometimes associated confusion with measles بعد non infectious cause or non infectious differential diagnosis of measles other than infections kawasaki you know the kawasaki من يعرف kawasaki what is the kawasaki quلا what is the kawasaki raghda ali موجود raghda raghda ali abdel haady raghda ali abdel haady raghda 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 زينب سامر غير موجودة سارة جلال غير موجودة اوكي اوكي تعرف؟ لا اوكي 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 قوساكي دكتور فيروس إنان فرصة كوساكي ليس إنسان ديسورة كوساكي هي مستقيم كوساكي هي مستقيمة كوساكي هي مستقيمة كهو يبدو مثل إنفكتين ليس إنفكتين لأنه من خلف كوساكي هناك إنفكتين بسكوليطيس فممكن يجيني أيضا ففير بس هو مو ميزل بس هو مو ميزل شن الفرق بيناتهم ما هو كوبلكس سبوت ما عدا كاف ما عدا وبالأدود فاسر اكتب بروتين كل شعال الاسر سبكتب وثرمبوسيتوس ممكن تدخل بالدفرنشال دياغنوز ما للميزل ممتازال مو مو ممتازال ممتازال ترمبوسيتوس how is the treatment? the management of the measles is supportive systematic treatment antipariotic to come for comfort and fever control are useful oral rehydration surveys very effective may seem not prophylactic antibiotic if i have evidence in bacterial infection not by antibiotic no need for giving antibiotic therapy أكتب حاجة عن الفيتامين A وفيتامين A تقريبا تقريبا التكاربات والميزل وتقريبا التكاربات الميزل ويقوم بما إذا كان الميزل تنمي ديارية الفيتامين A يوجد كثيرا في دوزة يعني في دوزة فجنرال يوجد ميزل حتى الفيتامين A يوجد ميزل ميزل there is no specific therapy for measles okay no specific therapy of measles يعني الناس مستغربا من COVID-19 SARS-CoV-2 there is no effective therapy till now okay الميزل صلى يعني صلى decades عقود من الزمن الميزل so there is no specific therapy for measles okay so this is the virus complication the most common complication the most common complication it is otitis media but the most serious complication it is a pneumonia it is a killer cause of measles يعني السبب المميت للميزل هو النمون و2 types of pneumonia the giant cell pneumonia due to the virus itself or due to the secondary bacterial infection the giant cell pneumonia is in a white lung شون يشوف اللون ما لدي white lung ما لدي لن okay الْأير عادة الْأير in the lung شون نشوفه بالإكسرائي اسود دكتور very good اسود من نلقى white lung there is no exchange there is a massive destruction of the olivuli and exchange space area in the lung it's called the white lung حي عادة it's called the giant cell pneumonia either due to the virus itself or due to the secondary bacterial infection and all that's media most common ممكن sinusitis otitis media azimastiditis ممكن one of the bacterial trichitis hygienic group okay measles of child mمكن hygienic presented with laryngitis and group retroferendial abscess secondary bacterial infection mمكن patient presented with a febrile convulsion mمكن patient presented with encephalitis yani fever skin rash the ziplocular of conscience encephalitis mمكن patient presented with myocarditis hemorrhagic measles or black measles shone has called black fangal infection mycosis بال SARS-CoV-2 بال measles it's called black measles the more severe form of the measles peculiar complications of the measles it's a remote complication يعني بعيدة جدا عادة jesus acute sclerosis bone encephalitis ssve ssve shone ssve it's called the long term covid syndrome you know the long term covid syndrome يعني من يصعدهم covid-19 infection يصعدهم long term ssve okay هنا الميزل شافوا ssve ssve is called sub-acute sclerosis bain capillitis ورسنوات من الاصابة من الميزل يجينا الطفل بالمدرسة الاموية يقول دكتور كان زين بالمدرسة هسه كلش موزين الرياضيات ما يعرف يحل ما يعرف يستوعب okay من نسوي csf ونسوي antibodies l-i-g-g مال الميزل نلقى كلش ونشخص المريض ما يلتسب acute sclerosis bain capillitis which is a kilo عادة ورعش السنوات this is the picture الصور واضح يامكم الصور واضح طلاق واضح دكتور واضح هاي الصورة الاولى this is a marybilliform rash maculopopular rash شوف elevation from the skin هنا هاي الصورة اللوكس من البش with bezels unlooking ملوكين عبان toxic وهذا الصورة شنو coblex sport يعني اذا تجيكم slide هاي الصورة وهذا وكوبلكس sport هذا لازم تتبون يعني هذا measles الميزل in a brief هذا الفيديو ميزل ميزل a virus a hull of proteins RNA plus some more proteins for reproduction الصورة واضح علاب الفيديو علاب الفيديو الصورة واضح واضح ميزل ميزل starts in the lungs measles is especially good at infecting the body's first line of defense macrophages powerful guard cells that protect the lungs from intruders they enter a cell and take it over the virus reprograms the cell and transforms it into a dangerous virus production center once a cell is filled with viruses they leave the crippled cell and begin the cycle over again but the immune system has powerful weapons against virus infections natural killer cells these cells basically patrol the body and check other cells for infections if they find an infected cell they order it to commit suicide this is so effective that for the first 10 days or so you will not even notice that you're infected with measles and now the reason why measles is so powerful after a period of fighting and dying macrophages alert the brain of the immune system the dendritic cells the job of the dendritic cells is to collect samples of intruders travel to the lymph nodes and then activate the heavy weapons that eradicate the infection very fast in a team effort but the measles virus uses a dreadful tactic it infects the dendritic cells and uses them as a trojan horse to enter deeper into the body the infected cells travel to the next lymph node to alert other immune cells once it arrives the measles virus spreads around the virgin T and B cells and infects them it attacks the very system that evolved to fight it now things happen very fast the lymph system spreads the virus everywhere and it enters the blood stream infecting cells while traveling measles infects organs like the spleen liver the sickness bronchitis and of course a rash in the lungs the immune system was doing pretty okay but now millions of viruses attack a second time and kill countless cells wiping out the defense systems in this phase you start coughing out millions of measles viruses measles is contagious at this stage but if you meet someone who isn't vaccinated there's about a 90% chance you're infected without the protective army in enter the lungs and develop into harmful parallel infections that can cause pneumonia the most common way to die from measles your body's immune system is now seriously wounded various protective systems are hurt and disrupted the virus spreads everywhere infecting the skin all over the body the typical measles rash now becomes visible and in some cases the measles virus reaches the brain and causes a brain infection if it does so 40% and there may be long term damage but your body is far from giving up at this stage and it fights back aggressively some dendritic cells survive long enough to activate the antivirus forces of the body plasma cells in the lymph nodes start producing billions of antibodies tiny proteins that mark infected cells for destruction or clump the virus together killer T-cells flood the body and kill infected cells left and right after two to three weeks the body usually gets the upper hand and overwhelm the infection but the immune system is now seriously weakened and may take weeks or months to recover leaving the body vulnerable to other diseases but if you make it you are now immune the immune system remembers the virus forever measles is no joke although 84% of all humans are vaccinated against measles 122,000 people died because of the infection in 2014 some people cannot get vaccinations either because they're too young because of chemotherapy or HIV or because they're allergic to the vaccine they need the rest of us to stop the disease for them a measles vaccination is safe cheap and available there are no benefits from having measles at all you don't strengthen your immune system and it's not more natural most people who don't vaccinate only want the best for their children which is honorable but if you ask yourself am I putting the life of my child and other children at risk by not vaccinating against measles the sad on okay it is a measles it is a preventable disease okay a lot it's affecting all the system in the body starting from the skin brain upper respiratory lower respiratory heart kidneys neural tissues all the system can attack by the measles virus and the serious infection in the children even in the adult it is a preventable disease it is a single serotype it is a single serotype in measles there is no a lot of mutations in this virus unfortunately it is a preventable diseases any 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 questions about the measles or love a cool nifsel measles it looks like a measles we have three types of the german measles we have a congenital robyla syndrome and a postnatal infection a postnatal infection is a mild disease a postnatal infection a congenital robyla syndrome a congenital robyla syndrome a postnatal infection with robyla is in a mild incubation period عادة هناك in measles 8-12 days 14-21 days the prodromal syndrome nifsel prodromal syndrome ma 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 it is a less market يعني fever aqal sore throat aqal red eye aqal okey هنا عدهم headache aكثر من measles lymphed nobathy aكثر من measles هنا occipital and both auricular and anterior cervical lymph node are most prominent يعني شلو لي ميز لك الrobyla عن الrobyla severity of symptoms وال peculiarities of lymph node enlargement وطبعا الكوب lex spot ما موجود بي من the يطول هوا اكثر من 3 days visibly resolved without discomation اذا نشوف هاي الفروقات فروقات لازم نعرفها ما بين الrobyla and robyla هنا الراش الفترة ما التأقل ما يصير بي discomation هنا subclinical infection عالي 40% هناك subclinical infection كلش قليلة هنا peculiarity lymph node enlargement هنا التأقل الا severe form هنا la brot rome هنا يصير مال thrombocytopenia have been described during the postnatal robyla شوف حتى المناسبة حتى الكوفيد 19 associated nowadays with thrombocytopenia واسا حتش علي من على thrombosis thrombocytopenia thrombosis thrombocytopenia حتى حتى على الذئي سحو الله الdiagnosis specific diagnosis of robyla it's important for epidemiological reason and for the diagnosis of the infection in pregnant women مهم جدا يعني الميزل عادة if it affects the women يسوي لي مثل robyla robyla if affect pregnant women يسوي congenital robyla syndrome and a lot of complications the most common diagnostic test in robyla or igm by immune enzyme immuno assorbent assay differential diagnosis absence of coblex spot and severe prodrome as well as shorter course will differentiate from the measles مهم جدا يعني mild symptom symptom will be mild short duration rash aqal all other diseases frequently confused with robyla including adenovirus parvovirus 19 infecciosa episteme barb virus enterovirus and macular pneumonia يعني تقريبا نفس differential diagnosis ما من ما لل measles complications complications post infection thrombocytopenia الصيف تقريبا واحد أو ثلاثة بالألف يعني من كل ألف شخص سرعتهم thrombocytopenia okay onset of robyla usually self-limited thrombocytopenia arthritis ورا robyla ممكن يسرعتهم arthritis within one week after the onset of arthritis which is classically involving the small joints of the hands هنا encephalitis most serious complication هناك المost serious ما للميزل هو الميمونيا gen cell pneumonia الروbyla most serious complication هو encephalitis in two form بال encephalitis post-infectious syndrome اللي فلن acute robyla and rare progressive bone encephalitis manifesting as a neuro degenerative disorder years فلن robyla يعني l-encephalitis اللي صير بال measles بال robyla تقريبا two-four يأما post-infectious اللي هو عادة يصير after the measles أو يعني later on يصير a presentation due to the slow degenerations of the brain اللي looks like s-b-c-s-b-b-l اللي هو sub-acute bone encephalitis اللي السبلي من بالميز الظوار تقريبا 10 إلى 7 إلى 10 أيام progressive robyla bone encephalitis which is an extreme rare complication of either quadrobyla or CRS اللي هو congenital robyla syndrome إذن elcomplication post-infectious arthritis encephalitis وال progressive robyla anything to say about the robyla any questions qulaab qulaab ali saad موجود علاوي ali saad ali ali saad robyla robyla p-robyla robyla في الوصف من الفنود من الفنود موجود ليف؟ لا ما الفرق بالراش ما بين الروبيلا والميزل تكترى الروبيلا الراش يكون اقل اقل؟ اقل سيفرتي اقل بروبيلا ماذا اقل؟ انتنسيتي لو اقل كدوريشن؟ لا لا كدوريشن دوريشن اقل من ال من الميزل من الميزل مصطفى محمد علاوي موجود مصطفى شن الهزار ما للروبيلة لما نصير بالبريقننت ومن شي صحولة هاي اثار الجنين شي صحولة شي صحولة هذا فتسندرام معين شي صحولة رغد عباس رغد عباس اي كنت جيت الروبيلة شنو رغد عباس رغد عباس موجود رغد كاظم موجودة رغد نعم دكتور اي رغد شي صحولة هاذا اذا بريقننت ومن قتنج روبيلة during the pregnancy نعم دكتور اي نعم كونجينة الروبيلة سندرام موحشة ناسا للمحاضرة كونجينة الروبيلة سندرام مثل ما اقل زميلي جساعته بكاردياك دفاق نعم دكتور رجاء عباس موجودة رجاء نعم دكتور كون الموست كمان كوملكيشن الموست كامان الموست كامان الموست كامان الموست كامان كامان الموست كامان كامان الموست كامان الموست كامان الموست كامان الموست كامان الموست كامان مو الموست كامان الموست كامان هي الموست كامان ما هي النمونية؟ نعم زمزم؟ راسم؟ نعم دكتور ما هي المسكمن؟ بوسنية الروبيلة؟ ما عرف نعم رؤى عادل موجودة؟ نعم ما هي المسكمن؟ نعم نعم ماذا؟ نعم 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 الخطوة الروبيلة الشيخ لقد تحفظ ر estranحة بينما في الروبيلة تقريبا 20% 20% من الصحابة الكلينكال ما عدم راشة هناك أيضا سبتلسة عدم راشة برودرومة السبتة may be presented يعني particularly in older children and the adult fever, malaise, anaeroksy, headache or generally mild abdominal pain may be occur تقريبا 2 days before the onset of the rash temperature elevated usually تقريبا حوالي more than 39 centigrade usually result within 2-4 days after the onset of the rash يعني بينما الميزلز الميزلز الفيفر تلقى عالية تتقل شوية بس متروح not resolve at the time of the appearance of the rash هنا الفارسلة ورا يومين تقريبا من الراش الفيفر سبسايد بسكن راش عادة اكو نقطة مهمة specific للفارسلة الفارسلة بالعامية سحولة بخريان او الجدر المائي الفارسلة lesions often appear first on the skull face and the trunk intensely pruritic erythematos macule mubabule macule that evolve through the popular stages to form the clear fluid physicals cloudening and blockations of the lesion begin 24-48 hours يعني الراش اللي موجود بالفارسلة تلقي كل طبقات الراش موجودة موجود macule موجود babule موجود physicals اللي هو babule containing fluid موجود implication موجود crustation موجود bastule okay كل different skin rach stages موجود بنفس المريض يعني تلقي lesion stervobabule lesion cyropastule lesion cyrum placation lesion cyric crustation هذا يعني هذا اللي ميز لك الراش ما لل chicken box while initial lesion are crusted the new groups يعني مجموعة جديدة form in the trunk and then extremities the simultaneous presence of the lesions in the various stages of evolution it is a characteristic of varicella هاي النقطة تحفظوها simultaneous presence of the lesions in the various stages of evolution is a characteristic of varicella يعني تلقى different stage تلقى babiul تلقى macule تلقى physicals تلقى pastule تلقى crustacean كلها تلقاه نفس الها differential diagnosis physical rach could be due to herpes simplex other herpes simplex could be to rectitial infection grudge erection staph aureus scald skin syndrome etc contact dermatitis severe ليا اش انه اتching اتching الراش بينما الراش بالميز البروبيل is not communication bacterial infection secondary bacterial infection of the skin or staph or encephalitis or celibillum ataxia عادة الفارس تضرب السيربيلم ويجيك المريض التاكسي ممكن يصير عدي نيمون و severe نيمون due to the varicilla الفارس من جماعة الherbes simplex هذا سلايد يبيلك شون الherbes simplex double stranded dna double stranded dna herbes simplex الفارس الل قضي ال vaccine again is covid 19 estra zeneca okey اللي سويت جامعة اكسفور عن طريق الادينوفيروس اللي هو يعني ايضا شنو dna virus الherbes simplex بها 8 types type 1 type 2 is called the oral and genital the oral type 1 with 2 genital الherbes simplex type 3 varicilla zuster والherbes simplex type 4 epistain bar virus الherbes simplex type 4 cytomegalic virus والherbes simplex 6 human herb simplex اللي سوي روزيلا الفنتم والherbes simplex 8 اللي سوي لي كافوزي sarcoma okey now we proceed to another skin rash another viral exam theme affecting the children is called the exam theme sepate exam theme sepate them elroz yella occur most commonly between the ages 6 month to 24 months يعني من 6 شهر الى 24 شهر most children have an abrupt onset of high grade fever with no prodrome يجين الطفل رأسا احنا قلنا الميزل الحصبة عادة الطفل يجي 3c نعرف cuff وcorrhiz وconjunctivize وبعدين يجي الفيفر العالية mouth fever بعدين هنا ابر روزي اللي انفند يجي ما عد اي مقدمات with no prodrome sudden rising in body temperature reaching more than 39 fever عادة last thing running fever 3-4 days then abrupt onset sudden lysis of body temperature or gradual lysis of body temperature after that the rash will appear الراش it is erythematous macular popular rash appearing on the face trunk and neck فقط هنا looks mali patient when he looks well appearing يعني الطفل ما بي شي المما يتقول دكتور هذا طفل يعني رضعت زين وحرار تقل الحمد الله والشكر بس هذا الراش طلع هذا طفح جلدي واحتمال من العلاج هذا اتز انا روزيلا امثنتم okay it's a typical story for روزيلا امثنتم هنا arithematous papule may be noted on the soft palate any theme اللي هونك يامس بات عادة باليوفيلا two-third of cases other common finding on examination including mild cervical lymphedinopathy و edematous eyelid لكن هو يجيني بدون broad روم ويجيني abrupt rising of body temperature running fever without obvious cause وبعدين sudden rising of body temperature ويطلع لي الراش هذا الفيديو يطيني شنو يطيني in brief the fever and the skin rash نشوف ها سويا شكرا pediatric rashes how to correctly diagnose pediatric exanthem diseases a four-year-old boy presents to your office with fever and a prominent rash on his upper body the young boy appears to be quite ill his parents report that the rash appeared yesterday six classical pediatric exanthems immediately come to mind measles scarlet fever rubella also termed german measles erythema infectiosum or fifth disease roseola infantum and varicella also known as chicken pox how do we correctly characterize the patient's rash on close examination the characteristic distribution and morphology allows for differentiation in measles there is an erythematous partially confluent exanthem of a dark red color which usually begins behind the ears and disseminates to the rest of the body in addition there is also a pathognomonic enanthem of the palate as well as coplic spots which are clusters of white lesions in the mouth of the patient conjunctivitis is also observed in the majority of patients in scarlet fever there is a fine light red and maculopapular rash that develops into a scarlet like partially confluent rash after one to two days the rash initially begins on the neck and spreads to the rest of the body it is usually most pronounced in the underarm and groin areas non-blanching petechiae or pastillas lines may also be present the patient's face is usually red with perioral pallor another classical symptom is a bright red tongue color with enlarged papillae also termed strawberry tongue if the patient's rash presents as non-confluent pink and maculopapular then it is most likely rubella like measles the rash begins primarily behind the ears and extends to the rest of the body patients with erythema infectiosum or fifth disease do not necessarily develop a rash red papules may emerge on the extremities and trunk that eventually adopt a lace-like reticular appearance in addition a blotchy red rash may appear on the cheeks which group together within a few hours to form red slightly swollen warm plaques with nasal and perioral bearing because of this redness on the cheeks erythema infectiosum is also termed slapsed cheek syndrome if the patient's rash is patchy rose pink and usually most pronounced on the torso then it is characteristic of roseola and phantom which is also called exanthem subitum or three-day fever before the exanthem phase patients experience a febrile three days of high fever followed by a sudden decrease in temperature finally the rash could also be chicken pox the rash observed in chicken pox is widespread affecting the entire body including the scalp and oral mucosa it begins with the appearance of small red bumps that develop into fluid filled blisters and pustules that finally form scaps because the rash simultaneously occurs in different stages the term starry sky is sometimes used to describe this characteristic clinical finding now back to the young boy mentioned at the beginning his diagnosis is chicken pox which is evident from the different stages of blister formation that form a starry sky appearance fever and the timing of the appearance of the skin rash which is important this video hello welcome to another video from febronis.com this demone relates to internal medicine and starting practice will help you to remember the time of appearance of rashes after the onset of fever and failure to to find this video useful please like comment and share with your friends also don't forget to click on the subscribe button and press the bell button to be the first one to know when we upload new videos number of days after fever onset that a rash will appear is one day for rubella two days for scarlet or smallpox fever three days for chickenpox four days for zoos five days for styphus and rickettsia six days for honey seven days for indirect fever this is a quick and easy trick to learn and remember you just have to remember the sentence really sick children who must take no exercise where the first letter of each word represents a disease in the increasing order of days one to seven as shown in this light I hope it will come really sick child must take no exercise every first word appearance of the skin rash fever this is okay a healthy 11 month old girls brought on for evaluation for the new rash that began the day before the mother report that girl had a fever and malaise for the past three four days the fever had decreased with aceto immunofane treatment and the patients improving clinically but the mother is concerned about the rash the girl has not been exposed for any medication or foods her vital center are normal and she appears well she has an erythematous macule on the cheek and lace like rash on the trunk and upper extremities she has no conjectival injection or lymphed the rest of her examination was normal what the most likely diagnosis in this case what the it well i e when he وهو ما ماخذ دراجز توكسكلوت دراج أليرجي وما عدى كونجكتايفل انجكشن وما عدى الانفيدنوباتي يعني لا ميزلز ولا روبيلا لأن ذولا الروبيلا يصير الانفيدنوباتي والكونجكتايفل انجكشن يصير ويا الميزلز ما ماخذ أكل جديد يعني مو الفود أليرجي هو ويل أبيرنج ومنطلع الراش راحة الفيبر شنو الدياغنوزي بكتور لك سانتيمة روزيلا انفنتم كلها بوينز تقول لك هايزا روزيلا انفنتم ولا بيرنج الفيفر راحة وطلع الراش ما عدى كونجكايفل انجكشن ما عدى الانفيدنوباتي وما عدى دراجز ما اخذتو اكسكلوت دراج أليرجي يعني هاي السيناريا كلها تقصر لك شنو المحتوى مال من مارد دفرانشال دياغنوزيس أي شئات عن الدياغنوزيلا؟ دكتور بس بالنسبة ل هذان الهتري سيز مالة الميزل ما تصير بالروب الله؟ ما تصير بالروب الله؟ لا هو ده أقول يعني تصير لو تصير أقل سبير احنا قلنا المانفستيشن لبرودرومال سيبتمز ما لنروب الله لايكز دي ميزلز لكن الاختلافات التالية تكون لس سيفير وليس مال ماركد يعني حتى دا موجود اسمهم بس راي ستجرون غيابة يعني اشرت على اساميهم أثناء المحابة نعم نعم ما اسمها؟ ما اسمها؟ لا لا رغضي علي عبدالهادي؟ ما جاوبتني؟ نعم دكتور نعم دكتور ما جاوبتني رغضي؟ قلت لك نعم دكتور يالله صار يالله ادي لي الرغضة اه وراي هم جاوبتني صار ادي لي اقشي بعد؟ ما اقشي يالله في ما